بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفصيل احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض على رؤية جديدة او رمز جديد الحقيقة من اجمل الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. هنتكلم على رمز من الرموز اللي بتدل حالفرج. ويمكن الفرج جميع بعد ديقة او بعد شدة مر بيها الرأي. من الرموز اللي بتبشر برضو بقدوم رزق بقدوم نعم بقدوم بركة. من الرموز القوية جدا اللي بتبشر الشخص بتحقيق هدف ووصوله لي حلمه او لي طموحه او تحقيقه لي امنيات. من الرموز برضو اللي بتبشره بمكانة كبيرة هيحصل عليها سواء في عمله او بين الناس. برضو من الرموز القوية اللي بتدل على رفع بلاء وعلى زوال مشاكل زوال هموم. من الرموز برضو اللي بتدل على قضاء دين. من الرموز اللي لو كانت امرأة متزوجة وشافت الرمز ده فمن الرموز اللي بتبشرها بانجاب زكر والله اعلى واعلم. هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده وكمان هنتكلم امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية الدعاء في المنام. عم يشوف الشخص نفسه انه بيدعو في المنام. ثواء بيدعو بامنية هو كان بيتمناها او بيدعو دعاء او خلاص او يشوف انه بيدعو بخشوع او بيدعو في مسجد او بيدعو في البيت. هنعرف اهم البشرات اللي بتحملها لينا الرؤى دي. اول حاجة الدعاء في المنام. لما يشوف الشخص انه بيدعو في مكان مزلم في مكان في روحانيات. فمن الرؤى اللي بتبشره باستجابة تعوى لي في الواقع. اه كمان لما يشوف انه بيدعو في المنام اه من الرؤى اللي بتبشره بفرج بخلاص من مشاكل من اه حل مشاكل كان هو بيمر بيها اه بخلاص من هموم او من اه تعب. كمان لما يشوف الشخص انه اه بيرفع ايده وبيتضرع لله سبحانه وتعالى وبيبكي بكاء اه في خشوع. فمن الرموز اللي بتضل على خلاص من متاعب كان بيمر بيها ومن مشاكل كان بيمر بيها وبيكون بشارة لي كمان بيلفرج ويه اه بقدوم اخير. لما يشوف الرأي انه عايز يدعي لكن مش قادر يدعي او فيه صعوبة في الدعاء للأسف من الرؤى اللي بتضل على ارتكابه لزنب او ارتكابه آآ لي آآ معصيه. الدعاء في المنام برضو من الرؤى القوية اللي آآ بتضل على تحقيق شيء الرأي كان بيتمنى او كان بيسعى لي. لما يشوف الشخص انه بيدعو بصوت آآ مرتفع في المنام. فمن الرؤى اللي بتضل على ان الشخص ده بيعاني من متاعب آآ في حياته آآ آآ في الواقع. آآ كمان آآ فلما يشوف انه بيدعو بصوت مرتفع. فمن الرؤى اللي بتضل على خلاص من المتاعب ده. كمان لما يشوف الشخص انه بيدعو آآ في المنام آآ آآ برضو من الرموز لو كان هو آآ بيعاني من آآ فقر او بيعاني من آآ 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 مالية. فمن الرموز اللي بتبشره آآ بانتهاء الازمات دي. الدعاء كمان من الرموز اللي بتضل على آآ آآ قرب الرأي من الله سبحانه وتعالى آآ 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 أكتر. لما يشوف الشخص المرأة المتزوجة انها بتدعو في المنام. فمن الرؤى اللي بتضل على آآ خلاصها من آآ مشاكل خلاصها آآ آآ من خلافات او من مشاكل عائلية. آآ برضو من الرموز لو كانت هي متأخرة في الانجاب او ان هي آآ ما بتنجبشي او بتسعى للانجاب. فمن الرؤى اللي بتبشرها بالانجاب والزرية وكمان آآ من الرموز اللي بتبشر بانجاب آآ ولد والله اعلى واعلم. آآ لما يشوف الشخص العاطل او الشخص اللي بيبحث عن فرصة عمل. لما يشوف ان هو بيدعو في المنام فآآ بشارة لي بحصوله على وزيفة وعلى وزيفة مرموكة آآ هيحقق من خلالها احلامه او آآ طموحاته. آآ كمان الدعاء من الرموز اللي بتقوله على نجاح وتفوق آآ في حياة الرأي العملية لو كان هو بيعمل او لو كان طالب فمن الرموز اللي بتقوله على نجاحه آآ في الدراسة. الدعاء في كمان لما يشوف الشخص انه بيدعو آآ فمن الرؤى اللي بتقوله على خلاصه ومن رفقاء او من اشخاص سيئين او حقيدين عليه آآ محيطين آآ بي. الدعاء تحت المطر من الرموز اللي بتقوله على تغييرات كبيرة هتحصل في حياته في الفترة آآ القادمة. آآ كمان رفع الايد والدعاء آآ بي رفع الايد آآ من الرموز لو كان الشخص آآ مظلوم او وتعرض لزلم. فمن الرؤى اللي بتبشره بانتهاء الظلم ده وكمان آآ آآ بزهور الحق ورد حقوقه ونصره على آآ آآ الشخص ده. آآ كمان الدعاء من الرموز اللي لما يشوف الشخص انه بيرفع ايده وبيدعو. فمن الرؤى اللي بتدل على تحقيق امنيات صعبة كان بيسعى ليها الرأي من فترة آآ طويلة. لو كان مديون وشاف انه بيرفع ايده وبيدعو في المنام فمن الرؤى اللي بتدل على خلاصه من ديون وخلاصه من مشاكل آآ مالية. الدعاء ورافع الايد كمان من الرموز اللي بتدل على العزة وعالمكانة اللي هيحصل عليها الرأي آآ سواء في آآ آآ عمله او مكانة مرموقة آآ بين الناس. آآ كمان الدعاء من الرموز اللي بت بتبشر لو شافت وانفادها عزباق فمن الرموز اللي بتبشرها بالزواج من شخص هي بتتمنيها او شخص بيحمل الصفات اللي هي آآ بتتمنيها آآ برضو الدعاء لو كانت آآ امرأة عندها مشاكل او عندها آآ آآ هموم فمن الرؤى اللي بتدل على خلاصها من عم او خلاصها من قرب وبيكون بشارة لها بقدوم سعادة وفرحة ورزق وكمان راحت آآ آآ ده كده باختصار اهم البشارات اللي آآ بتحملها لينا رؤية الدعاء في المنام آآ سواء يشوف الشخص انه آآ بيدعو او انه بيرفع ايده آآ للدعاء آآ يشوف انه بيدعو بخشوة او بيدعو في مكان في روحانيات آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او اسفصار اكتبوا لي تحت وان شاء الله وغلو تعاليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد معا السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة